أغلقت المحال التجارية في قطاع غزة عقبى 65 يوما من الحرب التي طالت كل مناحي الحياة ملقية بظلالها على اقتصاد البلاد وتجارها ليسود الفراغ رفوف البقالات والمحال صعب أن نجد حاجات في الاسواق إذا نزلنا على السوق إذا لقنا حاجة من نجد أن الموضوع غالي حتى على الأشخاص تشتريها ولكن شايح جدا في الأسواق الموجود حاجات التنظيف، دواء الغسيل، حاجات مسح البيوت الحاجات التي نستخدمها لها عبارة عن حاجات شهرية لما نستخدمها، ليس يومية وإن توفر المال لا يجد المواطنون ما يشترونه يدخلون بيد فارغة ويخرجون بأخرى لا شيء فيها دخلت هاي نتفجأت، مش لاقي ولا حاجة، ولا إيش يلاقي بدي أجيب حاجاتي، متطلبات البيت عندي يعني بدي حاجات كتير معاي فلوس، هايلي فلوس معاي بس فيش حاجات، فيش حاجة أجيبها، لا الأطفال قاعدين بعايتوا بدهم حاجات كتير لا ملابس لقين، لا أكل، لا شروب، لا مية، مية في الشيء مسؤولون منظمة الصحة العالمية ووكالة الغوث يقولون إن نتائج الكارثة الإنسانية في غزة قد تكون عواقبها أكثر سوءا من فعل القنابل مع استمرار عدم إدخال البضائع والمواد التمونية إلى قطاع غزة، أجبرت هذه المحل التجارية على إغلاق أبوابها أمام المواطنين الذين باتوا ينتظرون المساعدات التي في الغالب لا تصل إليهم غازل علول رؤيا قطع غزة شكرا